يواصل مطار العريش الدولي استقبل طائرات المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبار رفح البرية واستقبل مطار العريش اليوم طائرتي مساعدات إنسانية من بلجيكا والإمارات وأوضح مصدر بالمطار أن الطائرة البلجيكية تحمل على متنها 31 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بينما تحمل الطائرة الإماراتية أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وبلغ إجمالية عدد طائرات المساعدات التي استقبلها المطار حتى اليوم 747 طائرة منها 607 طائرات مساعدات و140 طائرة وفود دولية ترجمة نانسي قنقر